لقيت زيارة نائب رئيس الجمهورية الفريق علي محسن الأحمر إلى محافظة الجوف ترحيبا شعبيا ورسميا باعتبارها الزيارة التي تعكس اهتمام الشرعية ومسؤوليها في هذه المحافظة التي حريمت من المشاريع وحان لها أن تنعم بخيرات ما بعد التحرير هذا حجر الأساس برعاية خمسة الآخر رئيس الجمهورية المشير عبد الربام منصور هادي للثلاثة المشاريع التنموية في المجال الصحي مستشفى الهيئة محافظة الجوف وعيضا توسعت مستشفى الجوف القديم وعيضا توسعت في مجال التربية مجال التربية أيضا كلية التربية وعيضا المشاريع التنموية الكهربائية الموجودة في المحافظة ولعل أهمية الزيارة تكمن في افتتاح وتدشين ووضع حجر الأساس لعدد من المشاريع الخدمية والتنموية في مجال التعليم والصحة والكهرباء والتي ستحدث نقلة نوعية في محافظة الجوف وستمكن المواطن من الحصول على أبرز الخدمات التي يفتقر إليها نقدم الشكر للأخ رئيس الجمهورية على اللفتة الكريمة لمحافظة الجوف لعدد من المشاريع شكرا لنائب رئيس الجمهورية على هذا الافتتاح العظيم الذي لن ينساه الجوف أبدا نشكر في غامة نائب رئيس الجمهورية مرة أخرى على زيارته وعلى وضع حجر الأساس لهذه المشاريع وتدشين جزء من المشاريع الموجودة وتتزامن زيارة الفريق محسن لمحافظة الجوف مع وقع الانتصارات التي يحرزها الجيش الوطني في جبهات المحافظة والمحافظات الأخرى كالانتصارات في الساحل الغربي وفي محافظة البيضاء وتعز وغيرها ما يعطي مؤشرا على أن الشرعية باتت قاب قوسينيا وأدنى من النصر زيارة نائب رئيس الجمهورية لمحافظة الجوف لها مدلول كبير على أن المحافظة بدأت تنهض وستشهد في الأيام القادمة إن شاء الله مشاريع تنموية حظيمة وهذا يأتي تزامنا مع انتصارات الجيش في الجبهات محافظة الجوف وسجل أبنائها الناصع في مراحل الكفاح الوطني والتحرر ضد ميليشيا الحوث الإيرانية يجعلها من المحافظات التي تستحق العطاء والاهتمام من قبل الشرعية بالنظر إلى ما قدمته من تضحيات في سبيل التحرير الوطني ومواجهة بقايا الإمامة الكهنوتية ورجعيتهم البغضة ماجد عياشي من شباب محافظة الجوف